وسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع في الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الامن الغذائي وزراع على مستوى الجمهورية من بينهم كان مشروع مجمع صناعات الغذائية بقهة واتفينة في مدينة السادات بتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه ده غير المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل وكمان تنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فداناً وبتكلفة استثمارية حوالي 5 مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية فضلاً عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافية على مستوى المحافظات وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمالات والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكانة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاب بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية سواء من خلال المصائد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بالتهنئة لوزارة الداخلية ورجالها الأوفياء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المولى عز وجل بأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن تظل القوات المسلحة والشرطة المدنية دوما حصنا وسندا لمصر القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذوا تدريب بحري عابر بين طاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والتدريب اشترك في الفرقات المصرية بورسعيد مع فرقات فرنسية وده في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل القبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة التدريب المصري السعودي المشترك تبوك خمسة انتهت فعلياته بمشاركة عناصر من المشاوى والمدرعات والقوات الخاصة لكل البلدين تم تنفيذه في السعودية وده ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية اختتمت فعليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك خمسة والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاوى والمدرعات والقوات الخاصة لكل البلدين والذي جرت فعلياته بالمملكة العربية السعودية خلال الايام الماضية ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بدأت المرحلة الختمية بعرض التوجيه الطبغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ والتي تتضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستلاء عليها بواسطة العناصر الارهابية وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتطقيق المعلومات وقطع طرق الامداد ونفذت عناصر المشات الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية وقامت القوات الخاصة لكل البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي وتطهير القرية وتحرير الرهائن كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لأعادة الحياة لطبيعتها أعقبه استفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب وعصف السلام الوطني لكل البلدين وشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المفذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وضقة عالية موجها شكرا لجميع العناصر المشاركة في التدريب وألقى قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية حضر المرحلة الختمية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع إمباري احتبع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة مشروعات التحول الرقمي وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه منصة مصر الرقمية بتقدم 103 خدمة للمواطنين وفيه خطة أنها توصل لمتين خدمة في نهاية 2022 كمان رئيس الوزراء أصدر قرار مبارح بمنح أجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس اللي جاي 27 يناير ودي أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بدلا من يوم الثلاثة 25 يناير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر مبارح إنفو جراف بيوضح الإنجاز اللي حققوا الاقتصاد المصري في 2021 الاقتصاد المصري قدر أنه يحقق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا سجل 3.3% في عام 2020-2021 و3.6% عام 2019-2020 وبالنسبة للمعدل الخاص بالبطالة فأوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة للعام الثاني على التوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر